صباح السبت كان المشهد هكذا أهالي مخيم تبي يقطعون الطريق وقوى الأمن الداخلي متأهبة لدخول المخيم وإزالة مخالفات البناء لأربع ساعات ظل الأهالي مصممون على البقاء في الشارع منعا لأي كان بهدم ما بنوه فبالنسبة لهم هم ليسوا مخالفين أصلا نحن ما عم نعمر ونشتري شاءة لأنه ما معنا لا نشتري شاءة ولا نستأجر ب600 دولار لأنه عم نشتغل لا نعيش كل يوم بيوم الآن ومع حلول ساعات الظهر وبعد مفاوضات بين الأهالي والقوى الأمنية أزيلت الإطارات ودخلت القوى الأمنية برفقة المهندسين لمعاينة مخالفات البناء والبدء بإزالتها شكليا وعدونا أنه من بعد ما يهدوا العمار كمان العمار منه مظبوط يعني من دعدع العمار كمان لسلامتنا وعدونا أنه بدون يحلوا بالبلدي ممكن يعطوا الخاصة للعالم ترجع تعمل أن دسمر المديرة العامة لوكالة الأنروا في لبنان حضرت للتضامن مع أهالي المخيم معتبرة أن قرار الهدم كان متسرع نحن متسرعون عن هذه الأساسية للتضامن عن تضامن وأنا هنا اليوم في صفحة مع البلسطين وأيضا أعتقد أننا لدينا كل مهمة مهمة للتضامن 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 وذلك نحن نعطي الأساسية للتضامن للتضامن أننا ستكون هناك مجموعة للتضامن للتضامن لتحدث عن هذا وليس هناك لا تضامن أو تضامن من الأساسية للتضامن هو الحل الذي وعدوا به الأهالي أناس لا يملكون مكان آخر للجوء إليه لا يريدون سوى تحسين وضعهم بعض الشيء لكن في النهاية القانون هو القانون على أمل أن تزال جميع مخالفات البناء لا مخالفات الفقراء فقط